التقى رئيس الاتحادين الفلسطيني والإسرائيلي لكرة القدم جبريل الرجوب وعوفير عيني في أريحة توكيو سيكسويل رئيس اللجنة المكلفة من الاتحاد الدولي للنظر في المسائل التي تحول دون تطور كرة القدم الفلسطينية نريد من الأطراف جميعاً أن يحرصوا على عدم زج كرة القدم في السياسة والمسائل الأمنية نعاني منذ عشرات السنين ونستطيع الانتظار بضعة أشهر بعد لكننا لن نتساهل مع أي مساومة على حقنا في النهوض في اللعبة وممارستها تحت جناح الفيفا وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم صادقة في شهر أيار مايو الماضي على هامش اجتماع الجمعية العمومية للفيفا على تشكيل لجنة لمراقبة أوضاع كرة القدم الفلسطينية في ظل التوتر الأمني بين الإسرائيليين والفلسطينيين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة